السلام عليكم ويساعد اوقاتكم من وين ما كنتوا بتتابعوني اليوم صبايا رح نعمل مع بعض خبز البالون التركي طبعا طريقته جدا جدا سهلة ما فيه اي تعقيدات بالشغل مناسب جدا للمبتدئين بينفع تعمليه للفطور السريع بينفع تعمليه للعشاء حتى لو اجي عندكم ضيوف وحبيت انك تقدمي شي مميز فيك انك تعمليه لانه هو اصلا جاهز بربع ساعة ما فيه خميرة صبايا لحتى نشوف التفاصيل ونشوف طريقة العمل تابعوا معي صبايا الفيديو للاخر وخلينا نشوف كيف رح نشتغل فيها بس لو لسه مشتركتوش بقناة نزلوا اشتركوا هلا وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم مني كل شي جديد انا بنزله ويلا نبدأ بالوصفة على طول وناخذ مع بعض المقادير عندي ثلاث اكواب من لطحين متعدد الاستعمالات انا مستخدم كوب المقاس فيكم تعملوا مثلي وفيكم تضيفوا كمان كوب ما فيه اي مشاكل هو المقادير بالتقريب عندي ماء دافئ للعجن حسب الحاجة عندي معلقة صغيرة مليانة بيكينج باودر عندي معلقة صغيرة مليانة من الملح معلقتين من السنسم ومعلقتين من الاسحى وتلت كوب من الزيت النباتي النوعية اللي بتفضلوها صبايا بطبق كبير رح ضيف الطحين كيف ما انتوا شايفين ومباشرة رح ضيف عليه البيكينج باودر والملح رح اخلطهم صبايا كتير منيح حتى اتكد انه البيكينج باودر اتوزع والملح بشكل كتير منيح بالطحين تمام رح ضيف تلت كوب من الزيت النباتي وبرضه ادمجه مع الطحين بس حتى اتكد انه الزيت يعني توزع بالطحين حتى لما اعجن يكون منتشر بشكل كتير منيح تمام رح ابلش اعجن صبايا كيف ما قلتلكم بالنسبة للماء الكمية اللي بتعتازوها انا بس بدي اوصل لعجينة تكون متماسكة وما بدي انه تكون معاي طرية يعني ابدا ابدا ما بدي لفع تكون طرية تمام شايفين يعني انا تقريبا اخدت معاي نص كوب من الماء الدافي ممكن تاخد معاكم اكتر ممكن تاخد معاكم اقل حسب نوع الطحين اللي انتو بتستخدموه كلنا بنعرف انه الطحين انواع في منه بياخد مي اكتر وفي منه بياخد مي اقل صبايا انا استهلكت مي وعجنتها ووصلت لهذا القوام في حال انا امسكها ما تكون بتلزق بايدي ابدا انا غطيتها وتركتها لترتاح لمجرد عشر دقايق حتى يسهل علي فردها وتعطيحها تمام؟ هقطعهم لكرات تمام؟ انا هقطع لحجمين من الكرات حجمي كبير وحجم صغير رشيت السطح بس بالطحين حتى العجين ما تلزق ويسهل علي فردها تمام؟ قطعت العجين صبايا لكرات مختلفة بالحجم يعني حجم كبير وحجم صغير كيف ما انتو شايفين لاني انا حابة اعمل شكلين من نفس العجين تمام؟ عندي هون مي والازحة والسمسم بس نزلتها شوي للعجين بالمي وطلعتها يعني ما نزلتها كلها بس الوجه حطيتها بالسمسم وحطيتها بالازحة كيف ما شفتو تمام؟ حفردها بشكل دائري هذا بالنسبة للكرات الحجم الأصغر تمام؟ كيف ما انتو شايفين بهذا الشكل حتركها على جنب وحابلش اعمل الشكل التاني ححطها برضو بالمي وبالسمسم وحفردها برضو بشكل دائري طبعا لانه العجين شوي عليها مي فحتغلبكم شوي بالفرد بس برضو مش هتغلبكم كتير يعني اشي بسيط تمام؟ هيك تمام هلأ بأي قطاعة موجودة عندك أو حتى بالسكين ما فيه اي مشاكل حنقطعها من النص وكمان مرة من النص شايفين صبايا؟ بهذا الشكل يعني ولا اسهل تمام؟ شايفين صبايا؟ بتقطعوها وبتفردوها بشكل دائري بعد ما تكونوا نزلتها شوي بالمي وبالسمسم بعدا بتقطعوها من النص وكمان مرة من النص حتى تحصلوا على الشكل المثلث عندي هون زيت غزير وحامي وانا تأكدت انه قدح نزلت العجين صبايا كيف ما انتوا شايفين ومش من المفروض انه نكتر بالمقلع يعني هم القطعتين وبس تمام؟ حتى العجين تاخد راحتها بالسوى تمام؟ شايفين؟ هلأ صبايا طول ما هي عمالها بتنقلي انا حابة بس افرجكم التفاصيل المفروض انه احنا نضلنا نحط زيت على وجه العجين تمام؟ يعني احنا اول ما بنزل العجين راح تلاحظوا انها هي طافت على الوجه بهذا الشكل تمام؟ احنا المفروض نضلنا نحط عليها زيت هلأ شايفين كيف نفخ؟ يعني ولا نقطة زيت بيشرب ابدا شايفين صبايا؟ هلأ برضو احنا مش المفروض انه نحمره كتير يعني اول ما بيشقر معاكم بتقلبوه على الوجه التاني برضو بياخد لونه بتشيلوه يعني مع المفروض انه احنا نحمرهم كتير كتير صبايا انا بدي اياهم يضلوا معاكم طرايا تمام؟ يعني ما عمنا نوصلهم لمرحلة التحمير بيبسوا وكلنا بنعرف هاي المعلومات طبعا المكون السري هو البيكينج باودر ما بتتخيلوا شو ممكن يعملكم بالعجين بيعطيهم طراوة بطريقة ما بتتخيلوها هلأ ما بنقدر نستغني عنه وبنفس الوقت ما بنقدر نستبدله يعني احنا ما بنقدر نستبدل البيكينج باودر بالبيكربونات السوديوم مثلا او بالخميرة مثلا بالخميرة ابدا ما بيزبط تمام بس بالبيكينج باودر هلأ لو حبيتوا انه ضعفوا الكمية يعني لو حبيتوا تعملوا خمس اكواب منذ طحين بتضيفوا معلقة ونص صغار من البيكينج باودر يعني صبايا لا احنا بدنا نكتر كتير باكين باودر ولا بدنا نقلل كتير فاهمين علي؟ يعني ايش اللي خلي العجينة تكون طريقة معاكم انا هادا اللون مناسب جدا جدا شايفين لونه شو حلو؟ يعني لونه اشقر كتير حلو هيك تمام هلأ بشيلوا على جنب صبايا هدول بالنسبة لللي بدي احط عليهم زعتر او اي شي حاب اني انا احطوه على الوجه تمام لازم وهم سخنين يعني اول ما بيطلعوا من المقلة صبايا هم سخنين بحط عليهم زعتر اخضر بدون اضافة اي شي هو ناشف تمام هلأ بينفع نضيف شي تاني طبعا بنقدر نضيف جبنة مزوريلا تكون بدرجة حرارة الغرفة ممكن جبنة شيدر يعني اللي بتفضلوه تمام يعني صبايا ما بتتخيلوا قديش طيبين وطرايا مع كباية الشاي بالنعنع يعني اشي خرافي هون انا رح اقلي باقي ما تبقى من العجين كيف ما انتوا شايفين هون لانه القطع عند صغير حطيت اربعة برضو رح اعيد نفس الكرة رح احمرهم واول ما بتوفو هيك على الوجه برضو بضل حط عليهم زيت تمام وهيك بيكون معاي شكلهم شايفين شو حلوين يعني يا صبايا ولا اطيب ولا اروع يعني فطول يوم الجمعة رح يدعو لكم الشباب ان شاء الله شايفين انا بس بدي افرجيكم كيف بيكون قلبها من جوه شايفين صبايا يعني ولا اطيب ولا اروع شوفوا قلبها كيف منتفع شايفين ايدي ولا نقطة زيت بشربوه تمام صبايا طبقوا الوصفة وابعتولي تطبيقاتكم على جروبي فيسبوك وصفات الاقتصادية ملك عبد العال بتشرفوني وبتنوروني اكيد امتى ما حبيتوا تستفسروا عن اي شي بتلاقوني موجودة على جروبي كل الوقت او فيكم تكتبولي تحت بالتعليقات كمان تمام صبايا دعمكم لالي هو سبب في نجاحي بتمنى ما تبخلوا علي بالاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو انا حتركلكم جميع المقادير اللي استخدمناها بالوصفة لليوم تحت بسندوق الوصفة حتركلكم بعض من وصفاتي الاقتصادية ان شاء الله انها تنال اعجابكم ورضاكم بشوفكم عخير ان شاء الله في فيديو كتير كتير قريب وواي باي